بشلون الطب و سيارات سيدا النياج جافي نموي أولا هذه اللجنة بيها من هيئة المنافذ الحدودية ممثل ومن كل الأجهزة الأمنية يعني أنت المنفذ الحدود يشبيه بيه من رئاسة الوزراء لأن المنافذ تابعا رئاسة الوزراء وبين من الأمن الوطني ضابط من الأمن الوطني ممثل في المنافذ وبين من جهاز المخابرات وبين من قوات الحدود والقمار هاي من زمان يا سيادة العبيد من زمان هاي التشكيلات موجودة لكن هذا لا يعني انتهى التهليب هاي التشكيلات موجودة هي من تراغب لا بس بحلي أنا قصدي هل من آلية جديدة نعم أكيد الحدود العراقية اليوم والمنافذ العراقية اليوم كلها مراقبة 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 إلكترونية بواسطة الكاميرات الحرارية قريبة المدى وبعيدة المدى زين وهناك السيجي سواء كانت كونكريتية أو سيادة من فاحثة الداخل أنا شفتها بعيني هاي السيادة العبيد لما زلت قائد قوات الحدود شوفني على الكاميرات أقصى منطقة في الحدود كيف تتحرك حتى حشاكم إذا حيوان أنا شفتها هاي بعيني أقصد المنافذ الحدودية التابعة إلى هيئة المنافذ الحدودية هي الترقاعة بهذه المنافذ لأنه كل واحد لا أستاذ نجم هذا الموضوع مسيطر عليه أستاذ نجم هذا مسيطر عليه هذا الموضوع شلون الطب صواريخ شلون الطب صواريخ مدها 1700 و800 و900 كيلو إذا مسيطر عليه شلون الطب وسيارات ساذا النياج جافي نموي أستاذ نجم غير منافذ الحدودية تختلف عن التهريب من الثغرات الحدودية أكو منافذ حدودية هاي منفذ رسمي أستاذ نجم هذا تابع لدولة هو لدولة أنا أقصد به لدولة يا أستاذ هو ديتم التهريب منك أستاذ نجم هنت جهودكم مشكورة ماكو هنتو دا تقدمون هنتو جاي التعبون لكن واحد يدك طابوقة والثار يفلش حسن يتحدث قد داب شعب نحن ما مستحين منها هاي حقيقة نعم هل لا احنا أستاذ نجم ما حد مستحي من كلام يقوله والكل العراقيين يعرفون هذه يعني هذا الكلام اللي دايشير لكن من المنافذ الرسمية سواء لقوات الحدود أو للمنافذ الحدودية هذا الكلام غير موجود لكن من الثغرات الحدودية نعم موجود في بعض الأحيان لكن وسيطر عليه مثل ما قلت لك اليوم وانت هسه سندت كلامي من قلة زرة الأخ لكن أنا أنا شفت عبد الوهاب شكر شفت عين على الكاميرات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة